وكان سؤالي قبل الفاصل لكابتن الكبير كابتن عمر الحديدي عن النجم عمر كمال عبدالواحد بسم الله ما شاء الله عامل أداء ولا أروع في الفترة أخيرة سواء مع المنتخب أو نادي مودر فيتشر تبقى وجهته اللي جاية فيه عايزو يروح فين؟ لا مش أنا عايزو يروح فين أنا أحرك فنياً أنت أحرك فيه بص أنا مقتنع أن اللعيب اللي بيركز اللعيب قليل كلام اللعيب بيفكر بإيجابية أما استضفوه في أحد القنوات اتكلم عن الموقف اللي حصلت بينه وبين الكابتن حسام وقعي كويس قوي أنا عارف الكابتن كمال كويس لعبت معاه النقطة هي الأهم أن الولد عارف أنه هو بيرد الجميل لإكتشاف كروش لي اكتشافوني باكرايت فيوتشر طورتني لعبتني باكليفتي تخدني وينجرايت كل الكلام ده كان شغل بيحصل فيه ربط نبيع معكتنا علي مهات بالضبط كده أنت بقى دلوقتي ربنا كرمك وانت باكليفت ما بتلبع عبشة بنفس مكانك بتجيب وجيب أهدف شكلها رائعة وانت باكرايت وانت تحت الفرود وانت وينجرايت بقى عندك جباية وانت في التغطيات العكسية مع أنك بتلعب في مكان غير مكانك فبيتقال إحنا كمتفرجين أو لعيبة أو محللين أنا مطلوب مني الإيجادة لا هو بيطور من نفسه جريء لعيب ليه شخصية لعيب حجز مكان ليه من أيام كروش وفرض رأيه على فيتوريا فبقى أنا موجود أنا على الساحة ابتدت الأندية الكبيرة الثلاثة يتنافسه بل الأربعة هو موجود في فيتور في أحد الأندية برامة زوال أهل والزمالك أنا عايزة أبقى موجود اسمي بقى فرض نفسه على الساحة الشاطر اللي يعرف يخلي عمر كمال زي ما هو بس يدعمه يدعمه اسما بمعنى أنا رايح مكان روحت مع أستاذ محمد نادي السين صاد أنا موجود عشان أخذ بطولات أحقق ذاتي أنتشر إعلاميا أنتشر جماهيريا أبقالية اسم كبير وسط الكبار كل الكلام ده محتاج من لعيب عنده فلسفة لعيب عنده سباة انفعالة لعيب عنده شخصية الشخصية دي أنا بقولها الليلة قوي في مصر موجودة عند اتنين ثلاثة لعيبة عاب منعم إمام زيزو عندك سعيب شخصية أكرم أنك أنت مبدأ عرفش أفصل يا أبيض يا سود إمكانيات دفاعية يبقى أنا راجل قوي جدا إمكانياتي هجومية أنا راجل بأطور من طريقتي الألية اللي أنا بشتغل بيها مهمة جدا تبقى جوه السندوق تحقق ذاتي تعمل لي اسمه وسط الكبار إذن الوقت القادمة ممكن أن تكون أقرب إلى ند الأهلي ند الأهلي طب ند الأهلي هلا يشارك أو طبعا يلعب إيه طبعا أنت مش هتجيبه تلعبه باكرايت لا طبعا أنت هتجيبه يعمل الشغل اليمين اللي أنت ما عندكش غير برس طو وطهر فيه ردا سليم أنت غيرت طريقة لعبه ووديته نحية الشمال في وجود عبدالقادر ووجود حسين هو نفس الكلام بس في نقطة أنت هتأخد منه قد إيه إمكانياته والتزامه خارج الملعب وجوه الملعب وراجل عارب بيرايح نفسه إزاي وبيبقى قليل الكلام وبيعرف تشتغل على نفسه يبقى تشتغل فون جريت المكان الهجومي اللي أنت عايزه المكان الهجومي اللي أنت عايزه وفي وسط الملعب تقدر تشتغل بيه بطريقة تانية اللي هي إيه أنا عندي لعيب واثنين وثلاثة وأنا بغير لعيب بغير طريقة اللعبة من ثلاث لعيبة مع أن الغيار واحد غريب يا شوية لغز أنا ممكن يبقى عندي ثلاث لعيبة في الملعب هغير لعيب واحد بتلاث تغييرات داخل الملعب هيتقل أن أنا غيرت أربع لعيبة غيار من على الخط وتلاث لعيبة غيرت داخل اللعبة في نص الملعب بظبط هو ده عمر أنا محتاجه يدافع هغير باك أنا مش عايزه وحط فرويد عشان أزود الكسافة العددية وارجع عمر يلعاب للدور ده ما أنا عندي واحد جوكر أقدر أشكله زي ما أنا عايز يلعب بك رايت يلعب بك لفت يقدر يشتغل في لعيبة كده إمكانياتها كده حسن عبد الرب وشوقي في لعيبة كده تقدر تشتغل فيها في كذا ما كامحان عبد منعم تقدر تلعب فيرويد برقص كما هاريا هو فرويد أصلا هو فرويد كما عايز الرجب وهو عنده المهارة إيه ده ده المهارة بتاعته بيبقى هو عنده الإحساس العالي في المراوغة إن أنا كان أصلي فيرويد بس الحتة الدفعية هو تمركو السليم وقرأيت وجهة نظر الفرويد هيا دي